من بيروت ينضم إلينا محمد حسين عضو قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان سيد محمد لو حاولنا أن نصل بك إلى جذور هذه المشكلة إلى أي فترة زمنية تعود هذه المشكلة وهذا النوع الجديد الذي ينضم إلى قيمة الشهداء الكهرباء بداية أن نواجه التحية لكم وليقاناتكم وتصليتكم ضوء على هذه القضية المهمة أود الحديث بداية عن موضوع الكهرباء وهذه المشكلات السلبية التي نعانيها منها في مقيم برج البراجنة وباقي مخيمات اللجوء في لبنان هذه القضية نعاني منها منذ أكثر من سبعين عاما منذ النكبة وحتى الآن وهذه المشكلة وباقي المشاكل هي نتيجة التعاطي مع المخيمات باعتبارها بؤر أمنية وليس باعتبارها تجمعات سكانية لعدد من اللاجئين المهجرين قصرا من بلادهم إذن تعاطي الدولة هو بالمرحلة الأولى وبالدرجة الأولى إضافة إلى موضوع الأنروا وما تقدمه من خدمات وتقليصات هذه الفترة أدى بشكل سلبي إلى تزايد هذه المشكلات في المخيمات كافة سيد محمد لو حاولنا أن نضع أيدينا على المسئولية من المسئول بشكل مباشر عن هذه المتطلبات اليومية من كهرباء وما داخل المخيمات إلى من تعود السلطة مباشرة وبالتالي المسئولية يعني المسئولية في الدرجة الأولى تقع على عطق الدولة اللبنانية إضافة إلى ما تعانيه الأنروا وما ذكرته مسبقا أيضا تعاني الأنروا وتهيئة تتحمل المسئولية والشريك مع الدولة اللبنانية في التقصير في حل هذه المشاكل إضافة إلى اللجان الشعبية وما تحمله اللجان الشعبية من المسئوليات إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وما تعتبر وما تمثله في المخيمات من اللجان شعبية ولجان أهلية طيب هل أفهم من كلامك ونحن نتحدث عن سنوات طويلة وعدد من الشهداء يصل إلى ستين شهيد خلال السنوات الماضية أنه لم تبزل أي جهود ربما في محاولة حتى للتقليل من هذه المشكلة حقيقة كان هناك العديد من الحراكات الشبابية والمبادرات الفردية التي كانت بتنصيق مع بعض المؤسسات والممولين الأجانب والعرب وذلك بتنصيق مع المؤسسات الفاعلة والعاملة في الوسط الفلسطيني في المخيم وباقي المخيمات لذلك تم العمل على العديد من المبادرات الفردية لكنها لم تكن كافية ولم تبذل جهود بالشكل الكافي لأنها لم تكن ممولة أساسا بالشكل الكافي والمطلوب لعادة ترتيب وصيانة الشبكات شبكة الكهرباء وشبكة المياه في المخيم تحدثت عن الأونروا ومعلوم دور الأونروا في هذه الأمور وبطبيعة الحال الأمور تأثرت بعملية الانسحاب التي تمت موقرا وتقليص أدوارها ما هي جهود الأونروا في هذا المجال؟ ألم تساهم بأي شكل بأي درجة من الدرجات؟ يعني حقيقة ما تعانيه الأونروا من مشاكل إضافة إلى ما تم كشفه مؤخرا من قبل اتحاد الشباب الديمقراطي من فساد إداري ومالي تعاني منه الأونروا على مستوى الرئاسة إضافة إلى المناطق الخمسة في لبنان أتوقع هو بالدرجة الأولى كافي وهو السبب الأول في تقصير الأونروا إضافة إلى ما تم حله مؤخرا من نقص في التمويل للأونروا أتوقع 120 مليون دولار هم كافين بالدرجة الأولى لحل مثل هذه المشاكل التي نعاني منها وهذه المشاكل الخطيرة جدا التي تؤدي إلى أفاة العديد من شبابنا وأطفالنا في المخيمات لذلك نحن بالدرجة الأولى نحمل مسؤولية للأونروا حاليا ونطالب بالأونروا بالمرحلة الأولى والدولة اللبنانية بالتعاون من أجل حل هذه المشاكل التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة أبناء شعبنا فلسطيني في المخيم طيب إذن بالعودة وأخيرا وسريعا إذا سماحت محمد في إشارة إلى دور الحكومة اللبنانية حتى نفهم خريطة العمل داخل المخيمات ما هي مسؤولية وحدود مسؤولية الحكومة اللبنانية في هذا الأمر يعني الشبكات للكهرباء في المخيم هي تتبع بالطبع لشركة الكهرباء لبنان وهناك تنصيق دائم بين شبكة الشركة الكهرباء في لبنان واللجان الشعبية في المخيمات كافة لذلك المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عتق الدولة اللبنانية في تنظيم والتعاون مع الأنروا ومع اللجان الشعبية في المخيمات كافة ومخيم برج البراجن تحديدا من أجل تنصيق وإعادة تنظيم الشبكة الكهربائية في المخيم من بيروت أشكرك شكرا جزيلا محمد حسين عضو قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر